ومن الناصر ينضم إلينا دكتور سهيل ديابا الأكاديمي والباحث السياسي حياء كما دكتورنا بك معنا على شاشة الغد في البداية تتطور لافت اختيار أبو إبراهيم يحيى السنوار على رأس حركة حماس وانت تعلم أنه على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة لإحتلال الإسرائيلي إذا لم نقول هو المطلوب رقم واحد الأكيد أن في ذلك الكثير من الدلالات دكتور سهيل ما الذي أردت حركة حماس قوله في البداية لإسرائيل وللعالم أيضا ولمن يقف لجنب إسرائيل صباح الخير لك ولجميع المتابعات والمتابعين بداية هذا الانتخاب ليحيى السنوار لم يكن مفاضلة بين شخصيات مختلفة ومواصفات هذه الشخصيات في حركة حماس وانما كان بالأساس مفاضلة بين خيارات لهذه الحركة بما معناه أن هذا الانتخاب يدلل خاصة أنه كان بالإجماع يدلل على خيارات حركة حماس بالظروف السياسي والميداني الحالي بمجالات عديدة وخاصة أمام المجتمع الإسرائيلي والرأي العام في إسرائيل الأمر الدلالة الأولى والرسالة الأولى للمجتمع الإسرائيلي تقول بكلمات بسيطة وواضحة أن من رفض وعمل على اغتيال المفاوض المرن السياسي إسماعيل هنية الآن يحصل على مفاوض عنيد وميداني بنفس الوقت لذلك هذه رسالة بهذه الظروف قوية تقول أن هداف الاغتيال الإسرائيلي لإسماعيل هنية يجب أن تجهد وما هي هذه الأهداف أولا تقويد الحركة وإدخال الخلافات من يخلف هنية والأمر الثاني اغتيال المفاوضات وصفقة التبادل من خلال اغتيال هنية وثالثا تقويد الجبهات المساندة جاء هذا الانتخاب للسنوار ليقول لإسرائيل أننا انتخبنا أكثر من يكونوا عنيدا بالميدان وبالمفاوضات وهذا لا يلغي صحة الموقف وما زال في حماس أنها مستعدة للذهاب بهذه الصفقة وأيضا يريدون أن يدخلوا ويمنعوا هامشا من المناورة التي كان يستعملها نتنياهو والأجهزة الإسرائيلية بأن هناك فرقا بين حماس الداخل وحماس الخارج بين الميدان وبين السياسة بحماس بين السنوار وبين هنية هذا الهامش الآن ألغي مهائيا وهنا دكتور سيني هل ردت حركة حماس هنا تحديدا هل ردت حركة حماس على الجميع بأنها في البداية حركة مؤسسات لم يمضي على اختيار هنية سوى أسبوع واحد حتى تم اختيار السنوار خلفا لهنية هذا من جاو من جاوة أخرى كل من كان يتحدث على وجود خلافات داخلية وطيارات مختلفة داخل الحركة ربما الحركة فندت كل ذلك هذا صحيح بالضبط وهذا يعني أحد دلالاته القرار بالإجماع القرار بالشكل سريع وسلس القرار المفاجئ دعيني أقول لأطراف عديدة في المجتمعات بالمجتمع الدولي والإسرائيل ويعني بنفس الوقت باللحظة زمنية وتوقيت لافت ومفصل بكل ما يتعلق بتهديدات توسيع الحرب لتصبح إقليمية أمام كل هذه الظروف هذه رسالة واضحة أن حركة حماس حركة ما زالت موجودة ما زالت موحدة ما زالت تستطيع أن تقرر وما زالت تستطيع أن تقرر قرارات صارمة تنذر العدو الإسرائيلي بكل ما يعني تخوف منه فلذلك المسألة يعني تؤكد على سبيل المثال صحة التقرير الذي صدر قبل ثلاثة أيام من الـ CNN ومركز الأبحاث في الكونغرس أن حماس تعيد بناء نفسها أن حماس لن تذهب عن الوجود وأن حماس تتقوى يوما بعد يوم وهذا مما أزعج وقدم لطمة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي والنخاب الإسرائيلية برأي أكثر من حصل على لطمة صارمة بانتخاب السنوار هو من يمين نتنياهو ليس فقط بسبب ما كان يصرح به كل الوقت وإنما بالأساس لأنه سيواجه الآن نقاشا بداخل النخب الإسرائيلية والتي كانت ترفض مواقف بن يمين نتنياهو حتى بقضية الاغتيالات وبقضية التعامل مع موضوع الحرب بغزة وقضية الصفقة الآن هم يرفعون صوتهم ويقولون لنتنياهو أنك بنيت على أسس خاطئة كل حساباتك بكل ما يتعلق في الحرب في غزة بعد خمسة خمسة وأنك كنت بمغامرات غير مدروسة والوقائع على الأرض تقول عكس ذلك فلذلك هذا الانتخاب سيشكل أيضا عمقا إضافيا في التمزق الإسرائيلي بين العسكري والأمني وأيضا بين الجمهور الواسع ونتنياهو فلذلك هو غاضب جدا وتصريحات إسرائيل كاتس صباح اليوم هي أكبر دلالة على ذلك ولكن هذا ليس التصريحات على سبيل المثال بلينكين الذي قال أننا قربون على صفقة تبادل أسرى أكثر من أي وقت سابق يعني هذا يقول أنه استوعب هذا الانتخاب ويتعامل معه كما هو مؤكدا أن السنوار كان هو من يقرر بتفاصيل الصفقة سابقا وهذا ما سيبقى الآن ومن الممكن أن يكون من المفضل الذهاب إلى رأس القرار وليس إلى أطراف أخرى بهذا الموضوع يعني بما معناه أن هذا الانتخاب جاء تأكيدا على خيارات حركة حماس بالظروف الحالية باتجاه تريد الصفقة بوضوح تريد وقف الحرب تريد المساندة الإقليمية والتعامل مع المساندة الإقليمية وأيضا تريد أن تقول من لا يريد أن يذهب إلى ذلك بوضوح فنحن مستعدون لكل الخيارات الأخرى بما فيها خيار المواجهة هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الانتخاب ترجمة نانسي قنقر